اشتركوا في القناة اتكو التجارية ومحافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم وجبة دسمة حلوة فاكهة جميلة الكل بيسأل عليها وبيطالب بيها ومنتظرها يا استاذ حسن النظري بتاع بيزن السنة تالتة مش عارفين نحفظوه مش عارفين نفهموه الكتاب كبير قال لي انتوا بتفتحوا الكتب قال يعني ماشي فمتلخصونا في رغم ان موجود على القناة موجود على القناة في الحصة اللي فيها النظري ومشروح وعليها اسئلة ومحلولة لكن النهاردة هدية مني لكم ماشي حلموا كله في ورقة جميلة مبسطة وحنشرحوه وانترجموه واي سؤال حيجي لك ان شاء الله في الامتحان باذن الله لن يخرج من الورقة اللي هنشرحها دي فعلى بركة الله مراجعة شاملة ونهائية لنظري بيزنس الصف الثالث التجاري طيب بحنشرح وفقا للموضوعات المقررة لطريقة الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان تمام اول حاجة بقول لي زا دوتس اوف زا سكرتري بيفور زا ميتينج زا دوتس يعني مهام او مسئوليات اوف زا سكرتري السكرتير بيفور زا ميتينج قبل الاجتماع اه يعني قبل الاجتماع ما يبدأ السكرتير المفروض يعمل ايه بيعمل خمس حاجات وزي ما انا حنشرحهم في الكتاب بترتبيه تقول لي يا الساسة هو انا مطلوب مني نحفظ يا يسيد مولتكش تحفظ طب انت تعرف جم ايه بقى جم السنة اللي فاتت جم ازاي الخمسة دولي جم بخمس كلمات والكلمات عطالك فوق وخد الكلمة المناسبة حطها في الرقم المناسبة اه طيب انا معناها وممكن في السنة بسينت عرف اقع جاب لهم ايه الخمس جمال دي مش مترتبيه وقال له ريء الرنج قعد ترتيب الجمال فانا هنجوبهم لك اجابة نموذجية بترتيب الاشياء السكرتير هيعمل ايه كلمة بيفوري يعني قبلها زا ميت انجل اجتماع نمرة واحد سند اناوتس تو زا مين برز سند اناوتس تو زا مين برز ايوه ترجمتها هي ارسال الدعوة للاعضاء ها اللي احنا خدناها في اخر حصة في العمل ايوه زا نوتس اللي هي الدعوة يبقى اول حاجة سند اناوتس تو زا مين برز ارسال الدعوة المين للاعضاء طب اتنين بريبير زا اجندة اوف زا ايه اوف زا ميت انج بريبير زا اجندة اوف زا ميت انج اه الاجندة دي سمعناها له جدول الاعمال ايه اعداد جدول الاعمال للاجتماع دي نمرة كام اتنين طيب تلاتة بوك وبوك هنا معناها حجز ساو ريسيرف يعني حجز بوك اسوتابول بليس فور زا ميت انج بوك اسوتابول بليس يعني ايه يعني حجز مكان مناسب سوتابول يعني مناسب أو ملائق وطبعا بليس يعني مكان فورزا ميتنج ولا الناس اللي حيث يكون عضوه في الشارع ولا في الجنينة لا يبقى بوك تلاتة آه أسوتا والبليس فورزا ميتنج حجز مكان مناسب للإيه للاجتماع طيب أربعة اللي معه طلبات معه أوراق معه مستندات ماشي عايز يعرض حاجة في الاجتماع السكرتير حيجمحها منه كوليكت إني بيبرز أور ديكومنتس ديكومنتس آه يعني جمعة ماش كده أو تحصيل يعني إني بيبرز أي أوراق أور ديكومنتس طلبات يعني مقدمة أو أسئلة أو حاجة كده فورمزة مين برز منين من الأعضاء يبقى جمعة أي أوراق أو مستندات منين من الأعضاء دي نمرا كام أربعة خمسة الأخيرة كوليكت زا ايتمز ركويرد فورزا ميتنج ايتمز يعني أهداف أو أغراض أو المضمون بتاع الاجتماع اقول لك زا ايتمز أهداف تمام أو مضمون ركويرد فورزا ميتنج أو جمع الهداف المطلوبة للاجتماع دولي الخمس مهام أو مسؤوليات زا دوت سهي بس دي إمتى بفورزا ميتنج قبل الاجتماع طب الاجتماع خلص شكده المفروض ده في حاجات السكرتير بيعملها أثناء الاجتماع وفي بعد الاجتماع أنا قلت لك الخمسة اللي هم قبل الاجتماع طب ما تيه كده نشوف حاجات جميلة أيوة شوف النقطة دي زا السكراتري السكرتير ماست ريكارد يجب أن يسجل زا نيمز أوف بريزنت ميمبرز يجب أن يسجل أسماء الأعضاء الحضور الأعضاء الحضور لهم الناس الحضروا أيوة تقول لي ليه يا عم وانا فصل هناخد غياب حضور نقول لك نسمع بس شوية لأنه لازم يعرف العدد الحضرين قد إيه وإذا كان عدد الحضور أقل من النصاب القانوني المعمول به تمام ممكن الاجتماع يتلغل ويتأجئ ها عشان كده بيسجل أسماء الحضور والغيبين يبقى السكراتري ماست ريكورد زا نيمز أوف بريزنت ميمبرز ماشي ليه تو انشورز للتأكد من إيه زا كورام كوريام 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 أو كوريام اللي هو من التأكد من النصاب القانوني أوف ميمبرز الكلام ده إمتى ديورينج زا ميتينج أثناء الاجتماع طب بالله عليك أنا أستاذ ماشي ينفع ناخد غياب الطلب وأنا لسا عد في القوضة بتحتي فوق وما نزلش الفصل تمام طب ناخده أنا في الحوش لا أكيد وأنا جوه الفصل أيوة كأسماء ديورينج زا ميتينج أثناء الاجتماع يبقى تسجيل أسماء لأعضاء الحضور للتأكد من وجود النصاب القانوني للأعضاء أثناء الاجتماع هنقولها ثاني زا سكراتري ماست ريكورد زا نيمز أوف بريزنت ميمبرز تو انشور تسجيل أسماء الحضور تو انشورز للتأكد زا كريام من النصاب القانوني أوف ميمبرز للأعضاء ديورينج أركز على ديورينج دي زا ميتين لأنه دي ممكن يجيلك في سؤال وأنا عملها لك فرارة سؤال اللي هو إيه تشوز اخطاء يقول لك أفتر ولا بيفور ولا ديورينج زا ميتين نقوله ديورينج طيب الاجتماع خلص يعمل يبقى السكرتير أفتر زا ميتينج بعد الاجتماع زا سكراتري السكرتير مست ريكورد يجب أن يسجل زا مينة آه محضر الاجتماع يا أمي ده لمن بيبقى فيه عائلتين ومتخانئين مع بعض والناس الكويسين أهل الفضل وجمق عدوهم مع بعض وصلحوهم مش كده في الأخذ بيعملوا محضر صلح أيوة يبقى المحضر بتعمل امتى بعد الاجتماع يبقى افتر زا ميتينج بعد الاجتماع زا سكرتير السكرتير مست ريكورد يجب أن يسجل زا مينة اللي هو محضر الاجتماع مينة محضر الاجتماع هيسجل فيه أهم القرارات التي اتخذ هنأخذ يا دلوقت حالة تمام كده طيب نيجي انت بقى تقول لنا قبل الاجتماع واسناء الاجتماع ومش عرف ايه الاجتماع طيب ايه هو الاجتماع بقى مصد يسمه بعد الاجتماع يجب على السكرتير اللي سجل محضر الاجتماع طيب ميتين جي بقى ايه هو الاجتماع is a gathering of people هو التجمع أو تواجد عدد من الناس gathering يعني تواجد أو تجمع of people ناس for special purpose for special purpose ليه لغرض معين أو لهدف معين أنا مش مجمع الناس دولي ونعمل الاجتماع عشان نشاهد في جماله لا ده كيد فيه مشكلة معينة عايزين نشوفوا لحل أو ننقش موضوع معين اهو يبقى is a gathering ده معنى الاجتماع is a gathering of people تجمع من الناس for special purpose لغرض خاص أو غرض معين طيب انت كنت بتقول النصاب القانوني اه لالك المسماء كوريم كوريم أو كوريم اه النصاب القانوني بص جملة كلها حرف الام 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 طيب هي اخرى ام طيب بص تعارف اين نصاب القانوني is a minimum minimum اللي هو الحد الأدنى ها ما فيه مكسمم الحد الأقصى is a minimum number of members الله كلها حرف الام اهي is a minimum number of members هو أقل عدد من الأعضاء needed المطلوبين to start meeting لبدء الاجتماع يعني قال لعدد عشان نبدأ الاجتماع يعني أنا دخلت الفصل النهار ده الفصل فيها 40 طالبة ماشي فبقول للمنت خذي الغيابة شايف العدد قليق قلت له لو الحضرين أقل مثلا من 15 ده بفتراض يعني قال مش هنشرح الدرس هنأجل الدرس ومش شرحه اه يبقى فيه نصاب قانوني عدد معين لازم يكون متواجدين عشان start meeting لبدء الاجتماع خلاص يبقى النصاب القانوني هو الحد الأدنى اللي اسمه نجي بقى سؤال بشكل تاني طب لما الرئيس بتاعك في العمق الرئيس بتاعك يوربوس مسافر في رحلة عمق اجتماع حضور مؤطمة افتتاح فرع جديد للشركة معرض أي حاجة مسافر يعني كم يوم كده برا الشركة ايه المهام والمسؤوليات اللي عليك كسكرتير او عليك كسكرتيرا تعملها للراجل ده قبل ما يسافي الله كل ده علينا أستاذ حصل أيوة سيت عليكم أيوة ده المهن هجل عليكم زا دوتس طب ما دوتس دي لقد نفو دوتس أيوة المهام والمسؤوليات زا دوتس أو زا سكرتيري مهام او مسئلات سكرتير بيفور زي بوس ليف قبل مغادرة الرئيس مش اللي هو رئيس العمل يعني تمام كده قبل ما يغادر الشركة ويسافي بص حيعمل ايه بقى السكرتير واحد زا سكرتيري مصت جيت زا سسسري انفورميشن اباوت زا تريب السكرتير مصت جيت يجب أن يحصل على زا سسسري انفورميشن معلومات ضرورية اباوت زا تريب عن الرحلة يعني أول حاجة هقول لأ فندم حضرتك بيسافر فين والمدة تقدي إيه تمام كده اه تم مسحل حسافر بالطيارة ولا بالبخرة عشان يجي هايز لك كل الحاجات دي ادي معنى زا سكرتيري مصت جيت زا سسسري انفورميشن اباوت زا تريب الحصول على معلومات ضرورية عن الرحلة اتنين هي مصت جيت بس كلمة جيت جيت ها جيت يحصل على فيزا ها الفيزا يعني تأشيرة طب تأشيرة فين ده على البسبور بتاع مين على جواز الصفر بتاع رئيسه ايوه هي مصت جيت فيزا انهيز بسبورت الحصول على تأشيرة على جواز الصفر بتاع مين الرئيس طيب تلاتة هي مصت جيت وكله جيت 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 ايوه هلث سرتيفكيت كلمة هلث سرتيفكيت شهادة صحية اه طب شهادة صحية لرئيسه عشان ايه تمكنه من دخول البلد الاجنبي اللي راح له اه يعني المدير اه الرئيس ده ايوه لازم يكون خالي من كذا وكذا وكذا اه ماشي يعني يكون مثلا ايه لا يحمل امراض المعضية ما عندوش كورونا ما عندوش مش عارف ايه ايوه شهادة صحية زي اي شخص بيسافر ايه دولة بره بيجيب الشهادة الصحية دي يبقى هي مصت جيت هلث سرتيفكيت الحصول على شهادة الصحية تمكن رئيس من الدخول دخول للبلد الاجنبي اربعة هي مصت كونفيرت كلمة كونفيرت يعني تغيير او تحويل هي مصت كونفيرت زالوك الماني فور زتريب اه يعني رجل المدير ده ما ينفعش مسافر مثلا ده والدك او والدتك لما انه بيطلع عمر او حج لازم يغير العملة من الجنيه المصري للريالي السعودي مش كده اه كذلك الرئيس اي رئيس عمل بيسافر اي دولة لازم بياخد معه العملة بتاعت الدولة يبقى مين بلا حيقوم بالمهمة دي السكرتير حيروح البنك ويغير العملة من الجنيهات مصرية الى فرنك فرنسي الى دورها الامريكي الى جنيه سترليني حسب البلد اللي هو راح يبقى هي مصد كونفيرت زا لوكل وبالمنسبة يكون مصد كونفيرت يعني تحويل ممكن ولك تشانج تغيير يبقى هي مصد كونفيرت زا لوكل موني فور زتريب تغيير العملة المحلية اخر حاجة هنا ده السؤال ده هي مصد بريبير اتريب شدول فور هزبوس يجب أن يعد بريبير يعني يعد تريب شدول فور هزبوس اعداد جدول الرحل الانمية لرئيسه خلاص بص الخمس نقاط دولي والخمس نقاط اولانين دولي مهمين واحنا متكم طب انت بالشوق بتقول لي زا منت اللي هو محضر الاجتماع ايه هو بقى محضر الاجتماع زا منت محضر الاجتماع is a record هو السجل of resolution بسد روزيليوش بسد للقرارات التي اتخذت اثناء الاجتماع ايبا زا منت is a record سجل of resolution بسد للقرارات التي اتخذت طيب طب هو الاجتماع ده المحضر الاجتماع يعني او التقرير اللي هيكتبه له صفات ايوة ممكن لولك زا report وممكن لولك زا منت should be يجب ان يكون ايه clear واضح ماشي accurate and consist يجب ان يكون واضح ومركز ومختصر واضح ومركز ومختصر دي صفات من زا منت المحضر المحضر الاجتماع او زا report طيب بعد كده the secretary should book hotel nearly the place of business هو يعني من اعمال السكرتير انه لازم بيحجز ايه hotel فندق لرئيسه فاقرم مكان هينزل فيه يحضر فيه المؤتمر والاجتماع والافتتاح اه طب عارف دي بتجي زاي بتجي اختار بين قصير يقول لك زا سكرتري should يجب ايه book ان يحجز hotel ولا كيف تحقوس nearly قريبا يعني بالقرب من ولا فراوي فراوي يعني بعيدا عن the place of business من مكان ايه العمل نقول له nearly بس سكرتير يجب ان يحجز فندق للمدير بالقرب من مكان العمل سواء كان اجتماع او مؤتمر او كذا تمام ده الجزء كله باعمال السكرتير ندخل بقى في الجزء اللي هو بتاع بنك البنوك كل ده علينا اوستاذ حسن ايوه عليك والله نجي بقى البنوك طب ايه هو البنك بنك ودي جات السنة اللي فات جات السنة الفات فيه بتشوز اختار بنك is a dollar in money البنك يتعامل في النقود في الاموال ايوه ايبا البنك ديلار ديلار ديلوز يتعامل بي ديلار يتعامل in money في الاموال ادي تعريف البنك طبعا البنك في الاقتصاد حاجة تانية البنك هو مؤسسة مالية هدفها الاقراض والاختراع اه يعني كده كده بتعامل في الفلوس يدي وياخد يبا بنك is a dollar in money يتعامل في الاموال طب هي البنك دي البنك دي شغالة كده لله ولا عشان تحقق ارباح على الانشطة بتاعتها اكيد تحقق ارباح جملة دي بتجي في صحة وخاطئة اللي جاي دي بنكس البنك try to try to try to try to make and to try to profit ارباح on zero activities على انشطتها نقوله صح ايبا بنكس البنك try to try to try to make and to حقق profit ارباح on zero activities على انشطتها صح البنك تحاول انتحقق ارباح على انشطتها نقوله صح طيب يا جماعة من اهم البنك احنا عندنا البنك المركزي اسمه central bank وفي ايجبت المركزي المصري اللي هو بنك البنك اللي هو بنك الحكومة جدك جدك الكبير اللي مخلف ابوك وستة عمام لك جدك مخلف ابوك ايوالله وعمامك الستة ايوال جدك اسمه central bank البنك المركزي طيب ولده ايه commercial bank في البنك التجاري اندستيريا البنك البنك الصناعي agricultural bank البنك الزراعي والبنك العقاري وبنوك الاستصماء والبنوك الاسلامية وبنوك الاضخاء او التوفير كل دي مين اعمامك ووالدك اهم حد فيهم مين مين كبرهم في اعمامك ابوك اسمه commercial bank البنك التجارية ما لها accept تقبل the deposits الودائع and grant وتمنح لونز القروض الله commercial bank بنك التجارية accept تقبل the deposits الودائع and grant لونز وتمنح القروض البنوك التجارية تقبل وتمنح القروض طيب في وظائف تانية لبنوك التجارية اكيد طمع دي في وظائف اساسية وفي وظائف سانوية اسمع الجميل اللاجئة دي السنة اللي فتح safe custody عارف يعني كلمة safe custody حفظ الودائع حفظ الودائع الامانات ايوة دي من وظائف البنوك التجارية ايوة سيف حفظ الودائع والامانات ايوة واحدة من وظائف البنوك التجارية يبقى safe custody ايوة من وظائف البنوك التجارية طب نيجي بقى لجدك بقى سنترال البنك البنك المركزي اللي يقول الجديد في الاقتصاد هو ايه بنك البنوك وبنك العكومة هو هو المسؤول عن ايه مسؤول عن رسم السياسة المالية ونقضية للدولة هو البنك الوحيد اللي له حق ان يصدر اوراق البنك نوت الفلوس وهو اللي بيسيطر وكنترول ويتابع ويشرف على كل البنوك جدك اللي هو مسؤول عن العيلة كلها سنترال البنك المركزي اكتس از يعمل ك كايه از زبانential بانك ودي بتجي فصحه وخطأ ايه بسنترال البنك البنك المركزي اكتس از يعمل ك زبانカ زبانك كبانك للبنوك أيوا البنك المركز يعمل كبانك للبنوك طيح في حتة من شوية كده انا ايه لسه كنت شرح في الانجليزي من شوية بقول ايه البنك لا يمنح فائدة على الحساب الجاري ايه والله صح معلومة من السكرتاريا صح وفي انجليزي عنده في البراجراف موضوع التعبير وشرح انا في الانجليزي the bank doesn't the bank doesn't the bank doesn't over البنك لا يقدم an interest فائدة on current account على الحساب الجاري جات العبارة انا نقوله صح لكن لو قال لي the bank over is and interest on current account هنقوله خطأ يبال صحة والبنك لا يقدم فائدة على الحساب الجاري عندنا حاجة اسمها social bank اللي هي البنوك الاجتماعية social bank زي بنك ناصر الاجتماعي بنك فيصل الاسلامي بنوك اجتماعية خد بالك دي تلاه وظاف خاصة معينة social bank سي بنوك الاجتماعية accept تقبل fonds of اموال او مبالغ من ايه من 3 مصادر social bank سي بنوك الاجتماعية accept تقبل fonds of مبالغ او اموال من ايه gifts الهدايا heritage and المز gift يعني هدايا 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 تبرعاء heritage تمام كده heritage ماشي اللي هي اموال الزكاء and المز واموال التركات اه التركات واحد توفى وما لهش اسرة ما لهش قريب كتب في وصيته ان المبالغ دي مثلا ايه دي تروح مثلا من اللي بنك فيصل الاسلامي ينفقها في الاوجه المخصصة له وهكذا يبقى social banks accept fonds of gifts heritage and the almaza البنوك الاجتماعية تقبل مبالغ من الهدايا والزكاة أموال الزكاة يعني والتركات طيب industrial banks البنوك الصناعية من أولها تقول لي أكيد دي بتلبي احتياجات الصناعة زي البنوك الزراعية بتلبي احتياجات الزراعة زي البنوك العقارية بتلبي احتياجات العقارات طيب industrial لازم تلاقي الجملة آخرها في كين مزيحها industrial banks البنوك الصناعية meet needs of تلبي احتياجات meet يعني تقابل أو تلبي needs of احتياجات ايه industrial الصناعة i-bendasterial آخرها industrial الصناعة يبقى البنوك الصناعية تلبي احتياجات الايه الصناعة طيب نيجي بقى saving banks بنوك الايه saving بنوك للدخار أيوة saving banks بنوك للدخار اللي هي بنوك التوفيق اه امك فاتحالك حساب جاري في البنك الاهلي او في البوستة مثلا saving banks بنوك للدخارة والتوفير accept تقبل small saving المدخرات الصغيرة small saving بص اسمها saving banks ودي small saving المبالغ والمدخرات الصغيرة فرمزة بيبل من الناس يبقى بنوك الادخار تقبل المدخرات الصغيرة من الناس تمام خلصنا الجزء بتاع البنوك جميل اوي ما شاء الله من هكسانة كاملة ايوة الله ايه تفضل لكم معلومة بقى كده بسيطة income statement من قيمة الدخ اللي هو اول حاجة شرحنا في العمل ايه في اول حصة income statement قيمة الدخ بلها shoes توضح net income صافي الدخ ها يعني لو جاتلي في صحة وخطة نقول له ايوة income statement اقولها ايه كمان income statement قيمة الدخ shoes توضح net income صافي الدخ طب لو قال لي بتوضح gross profit مجمل الربح نقول له غلط طب ليه لان مجمل الربح لو هو gross profit ده بيطلع من trading account من الحساب المتغرة انما income statement shoes يوضح net income صافي الدخ يبقى قيمة الدخ لطب لو صافي الايه الدخ طيق financial position قيمة المركز المال بقى العيلة السلاسية اصول وخصوم حقوق ملكية ايوة financial position قيمة المركز المال هي ايه is statement هي كشف shoes يوضح assets اصول لبلتز خصوم and honors equity وحقوق الملكية تمام يبقى قيمة المركز المالي is statement هي كشف shoes يوضح assets الاصول لبلتز الخصوم and honors equity وحقوق الملكية قيمة المركز المالي كشف وضح الاصول لخصوم حقوق الملكية طب المعلومة اللي جاية دي مهمة اوي واخدنا برضو في العملي في قيمة الدخ need sales صافي المبيعات need sales صافي المبيعات تقول لها دي معادلة من معادلات اللي هي ثلاث معادلات بتوع المحاسبة بتوع سنة تانية need sales صافي المبيعات بتساوي sales المبيعات طيب بنقول اخر نقطة need sales صافي المبيعات بتساوي sales المبيعات ناقص افتح قوس المبيعات اللي هي الام ناقص بناتها التلاتة اللي هم مرضوضات المبيعات ومسموحات المبيعات وخصمها عن المبيعات مظبوط بنيت سيلز بتساوي سيلز هذه المبيعات ناقص سيلز ريترنس ماشي لي مرضودات المبيعات ومسموحات المبيعات زائد سيلز ديسكاوند وخصم على المبيعات اي بصافي المبيعات بتساوي المبيعات ناقص مرضودات ومسموحات المبيعات زائد خصم على المبيعات بكده نكون انهينا شرح النظري بتاع بيزن السنة تلتة تمام على اكمل وجه يعني الورقة دي بقى ان شاء الله صفية شفية فيها كل حاجة تقول ليس حسن طب فين كلمات الترجمة دا والحاجة بيجيب لي 6 كلمات بقول لي ترجم منهم 5 عندك في اخر فيديو انا هعمل لك مجموعة كلمات مجموعة كلمات حوالي 17 كلمة مهمين مش هتنزل على اخر فيديو في النظري اللي هو فيه السئلة بتاعت النظر واجابتها والكلمات دي وعندك في امتحان 2019 و2020 كمان فيه 12 كلمة ومحلولين وكل امتحانات البيزنس موجودة على القناة من 2011 ل2020 وانا حللها بخطيدي يبقى كده المادة اخدت حقها بما يرضي الله انا دلوقتي هننوه لحاجة مسبقا ليلة كل مادة هتدخل تمتحنها انا عامل لها مراجعة على القناة اسمها مراجعة ايه ليلة الامتحان شارح فيها المنهج بالكامل تاني في ورقة واحدة كتذكرة بحيث انت تسمع كويس اوي بعد ما طول السنة سمعت الفيديوهات كلها والشرح واتبسطت نسيت اكيد حاجات ليلة الامتحان ليلة المادة يعني هتمتحن افترض مثل بيزنس بكرة النهاردة هتذاكر الفيديو بتاع مراجعة ليلة الامتحان هتذاكر بكرة عندك مثل سكرتاري عربي ماشي بكرة عندك تسويق بكرة عندك سوق ماليا كل مادة شرحها انا بسمها مراجعة ليلة الامتحان هتدخل على القناة وتدخل على قوام التشغيل وتبحث كده بتعمل سيرش على ايه قوام التشغيل هتدخل مثل مادة كذا بسمها مراجعة ليلة الامتحان هتلاقي كل مادة مشروحة ووفية وجميلة وزي الفل تذكرها غير معلوماتك اللي انت حصلتها بلكده هتدخل الامتحان تحل جميل جدا وتبقى زي الفل وربنا يوفى الجميع وحتدعو لنا ان شاء الله اشتركوا في القناة